كونير والله هل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وحضراتكم بخير لقاء جديد والجديد والمفيد والسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد كل السيدات وكل الأنسات كل الأمهات وكل البنات كل الجدات وكل الحفيدات يا كل الأخوات لكم مني أرق وأطيب التحيات كل معادة بالذات زي ما تعودنا ولله الحمد والمنا منذ سنوات يتجدد معكم اللقاء لنتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات وبإذن الله نحل كل المشكلات نقدم الجديد والمفيد والسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد لكل من ترغب في حدوث حمل جديد ولكل من تنتظر حدث سعيد ولكل من رزقت بمولود جديد هنا في بشرة خير ستجدد نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة وعد أن ده أكيد في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على أرقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة يمكنكم التواصل معنا عبر سائل اسم اس أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك كل عام وحضراتكم بخير في الحلقات الماضية تناولنا مع حضراتكم موضوع الساعة وهو الفيروس الكورونا المستجد وكيفية انتقاله وعوامل الخطورة فيه وضحاياه ومين الناس اللي أكثر عرضة للمشاكل وكيفية تجنبه وكما تسمعون حضراتكم فالعالم كله حتى في أقصى دول العالم القاطبة وأكثرها إصابة وأكثرها في عدد الوفيات تتجه دول العالم إلى قرار واحد وهو التعايش مع هذا المرض بمعنى أن نوقف عمليات العزل والإغلاق أو نخلل من حدتها وشدتها ونخفف من الإجراءات العزلة قدر الإمكان لتدور عجلة الاقتصاد لأن العالم أدرك حاجتين اللي قلتهم في الحلقة قبل الماضية أنه طالما لا يوجد لقاح لهذا الفيروس فإنه لن ينتهي وأنه مستمر وأنه باستمراره سينشط على فترات ويخبو ويهدأ في فترات أخرى وعند فترات نشاطه يجب تحجيم الأنشطة الحياتية كل دولة طبقا لظروفها وطبقا لعنف الإصابات فيها ومعدل زيادة الحالات ثم عند هدوء الفيروس تعود الحياة إلى دورتها الطبيعية لكن ليس بالصورة ما كانت عليه قبل تواجد هذا الفيروس إلى أن يقضي له أمرا كان مفعولة أو يتوجد لقاح وضربت لحضراتكم مثال بما فعلته الانفلونزا الأسبانية ما بين عام 1918-1920 وقلت لحضراتكم أنها جت لها أربع دورات نشاط دورة الأولى أثناء الحرب العالمية الأولى وقتلت بعض الجنود ثم الدورة الثانية في 11 أو في شهر 10-11-12 سنة 1918 وكانت أقل شدة وقتلت كثير من البشر وجزء مؤثر من البشر الموجودين على وجه الأرض في هذه المرحلة ثم دورة نشاط أخرى بعد 6 شهور لسنة ثم دورة أخيرة بعد 6 شهور لسنة إلى أن أصبح أن في نسبة كبيرة من البشر عندهم مناعة ضد هذا الفيروس وهما يعرف عنه بمناعة القطيع فسمح للبشر أن يجي أنفلونزا موسمية من هذه النوع ولكنها لا تقتل الكثير وهذا هو الاتجاه في هذا الفيروس لا قضاء على هذا الفيروس إلا بوجود لقاح يقتله ويحصن البشر ضده أنا أسف أن يقتله يحصن البشر ضده أو ببناء مناعة مجتمعية يعني إيه مناعة مجتمعية؟ الأطباء بيطلقوا عليها مناعة القطيع يعني يبقى فيه نسبة كبيرة من البشر أصيبوا بهذا الفيروس بدرجات بسيطة وشوفوا يوه وكونوا أجسام مضادة فبمرور الوقت بيبقى عندنا 60-70% من البوبيوليشن من الناس اللي عايشين عشان كيف يقولوا القطيع يعني من البشر اللي عايشين أصيبوا إصابة بسيطة وعندهم مناعة وهذه المناعة على فكرة بتبنى بالتعايش وبالنزول وبالاختلاط بس عشان ما يحصلش درجات مرضية في قواعد لهذا الاختلاط عشان ما يبقاش انتقال الفيروس شديد ويحصل المرض هذه القواعد اللي بنسمع اللفظ اللي بنسمع عنه كتير الأيام دي وعايزين نشرحه ونؤكد عليه وهو التباعد المجتمعي إحنا مشكلتنا في المجتمعات الشرقية والشرق أوسطية عموماً وفي مصر على وجه الخصوص عندنا تلامس وتقارب الناس كلها مزنوئين في حتة وحدة الناس كلها ما يعتبروش يقولك ده ما سلمش علي بالإيد ده ما قامش حضرني ده ما قامش بسني ده ما طبطبش علي ده ما قعدش جنبي عايزين نعمل عزومة ونتلم كلنا في حتة وحدة أفرحنا مكدسة السبوع العزة التقارب عندنا تقارب شديد هذا التقارب الشديد عامل خطر عكسه هو ما نرغب في حدوثه وهو ما يسمى بالتباعد المجتمعي وهو ما يهدف البشر إلى الوصول له في الحياة الجديدة عندما تقل إجراءات الحظر يعني إيه بقى تباعد مجتمعي؟ ده اللي حنأكد عليه النهاردة بكذا صورة ونحاول نشرحه قلنا قبل كده قلنا إن هذا الفيروس والمرض اكتشف سنة 2020 كان زروة نشاطه وإن إحنا عايزين نؤكد على إن يبقى فيه عشرين سنية متكررة مستمرة من غسيل الإيدين وياريت لو غسيل الإيدين ده استمر عشر إلى عشرين مرة في اليوم أدي رقم عشرين رقم اتنين توفيت مسافة قدمين تباعد بين أي واحد والتاني اللي هي مسافة من متر ونص إلى مترين إذا ما كانش معنا اتصلت لفوني ناخد الصور وننشرح الكلام ده ناخد أول صورة الصورة دي ما هياش الصورة المثالية اللي مفروض الناس تبقى عليه هل الصورة طالع على الشاشة واضحة؟ الناس هنا ماشيين في الشارع في تقارب مجتمعي قريبين من بعض صحيح الأماكن المفتوحة زي الشوارع ما هياش بخطورة الأماكن المغلقة زي ما حأكد لحضراتكم لكن حتى في الأماكن المفتوحة يفضل أن يكون فيه تباعد مجتمعي التلاصق اللي بنشوفه في الأسواق بتاعتنا في طرق معيشتنا مش ده الأسلوب الأمثل لازم حضرتك يكون فيه مسافة واضحة بينك وبين جارك بمعنى اللي قدامك اللي وراك الكشير اللي انت بتحسبه فيه السوبر ماركت الراجل اللي بتشتري منه في الشارع المسافة دي لا تقل عن متر ونص وياريت تصل لمترين ولو أكتر من كده حاجة بسيطة يبقى أحسن التقارب المجتمعي هذا فيروس ينتقل بالإفرازات التنفسية وبالرزاز يعني الرزاز اللي ياما كنا بنقول ده حد هو بيتكلم الرزاز بيطلع من وشه ومش عارف ايه ومنبقه ودي حاجة معيبة وإحنا مش عايزين نبينله لا الوقت بقى عامل خطر يجب التباعد الصورة دي بتبين ناس في الشارع الشارع والهواء الطلق ما هواش عامل خطر عالي لكن حتى في الأماكن دي يجب الأغذ بالتباعد المجتمعي نشوف الصورة اللي بعدين هو ده ما يسمى بالبعد الاجتماعي نشيل اللوجو عشان نتبان الصورة نشيل اللوجو اهو اتنين متر على الأقل بينك وبين كل واحد واقف في طابور قدامك حضرتك بقى واقف على الرصيف بتاع المترو منتظر المترو لازم يقى فيه اتنين متر بينك وبين اللي جنبك وبين اللي قدامك واقف في البنك واقف في سوبر ماركت لازم التباعد المجتمعي يبقى كده طب والله المترو زحمة جدا والمكان ما يسمحش بده يبقى حضرتك تلبس وضروري في الأماكن المغلقة ارتداء الكمامات قلنا قبل كده ان ارتداء الكمامات دي في الوقت طلق ما هواش حتمي وهو يعني بعض الناس كمان يستخدم استخدام خاطئ لكن في الأماكن المغلقة وغير جيدة تهوية وللأسف الشديد ان اسلوب بناءنا وعمارتنا الحديثة تحولت كلها لده كل الشؤة بقت ألوميتال وإزاز ومقفولة وكل المباني بقت مولات ومغلقة وتكييف مركزي وما فيش فيها تجدد للهواء فدي مماكن فيها عوامل خطر عالية جدا يجب ان الناس اللي عندهم خطورة عالية كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة يتجنبوا هذه الأماكن المزدحمة قدر الإمكان ما حبكش الأيام دي في ظل وجود الفيروس وأي حد غيرهم يتوجد في الأماكن دي لازم يراعي البعد اللي حضراتكم شايفين وده 2 متر على الأقل نشوف الصورة اللي بعدها إذا جيه أي اتصال حناخده أهو الـ 2 متر دول أهو تحاول تقسهم كده قلنا قبل كده الـ 2 متر دول أنا مش حامش مش حامش مش حامش بمزورة في إيدي لكن حنراعي كده الـ 2 متر دول تقريبا تقريبا نرجع للصورة عندي وأنا شاور تقريبا لـ 2 متر دول اللي هو امتداد إيدك ولو إيدك دي كتشيلة العصايا اللي بيصوروا بيها عصاية السلفي بتاعة الموبايل ومددها على آخرها دول تقريبا المسافة ما بين متر ونص المترين تراعي إن المسافة تبقى مرتين قد طول دراعك مفروض أو أكن دراعك ده وكدت ماسك العصايا السلفي دي اللي هي بتمتدل حوالي مية مية وعشرين سنطي من أقصى امتداد لإيدك المسافة دي اللي لازم تكون ما بينك وما بين أي حد في تعاملاتك في الشارع في تعاملاتك اليومية إصحابك الناس اللي بتهزر معهم الناس اللي بتتكلم معهم زميلك في الشغل اللي موجودين في طبور ما في مجتمع ما في مكان ما التباعد المجتمعي أصبح شيء مهم جدا وحتمي ووقائي وستصر الدول على تطبيقه وقد تكون هناك خرامات وجزاءات لعدم تطبيقه هنقف عند هنا ونستقبل أول اللي اتصلت لفوني معنا فضلوا فضلوا السلام عليكم عليكم السلام يا ستاوات فضلوا كل سلام تطبيق يا دكتور وانت بالصحة وبكل سلامة لو سمحت يا دكتور أنا عاملة عملية تفقين أنا أول لهم اسم عطفح من محمد وعمر 31 سنة أيوه هو هو متجوزة أيوه متجوزة بقى لأ 4 سنين أيوه وحملت أربع مرات ونزلته كده وعمل عاملة تسقيم مبيض ورحم عاملة منزر رحم وبطن السؤال إيه بقى ستاواتي؟ تسقيم مبيض للأيمن أنا متابعا لحضرتك في العيادة أيوه فماشي على تنشط دلوقتي بقى لأربع شهور آه السؤال إيه بقى؟ السؤال السؤال فضالي سأل يا دكتور الشهر العدد تبطل بقايف 29 والشهر ده طرح 12 11 11 11 11 الدكتور عليك لي أخذ حوام التفجير اللي هي 5000 أخذ علبتين اللي هما 10 13 جميل كل دي جمل خبرية السؤال جميل السؤال بقى ما السؤال يا دكتور يعني أنا بسأل حضرتك ده وقت أخذ اللي هي حوام التفجير اللي هي 5000 حوامنا ولا 2 أولا مش فرق يعني مش هو ده الأهمية في السؤال ومش فرق خالص ووحدة زي 2 الجرعة المتعرف عليها يا 2 طب السؤال يا دكتور إن أنا أخذ بأخذ تنشيط كل شهر وبقى اللي شهرين بيطلع ضعيف يعني هو بيطلع ضعيف يعني عظيم بيطلع ضعيف عظيم بيطلع ضعيف على الجرعة اللي حضرتك خدتيها مظبوط كده ومن اللي يشوف ويتابع الطبويد ويلاقي الطبويد ضعيف يقول لحضرتك الجرعة دي حضرتك محتاجة تزوديها لإن الستات استجابتهم لأدوية التنشيط بتتغير من شهر عن شهر واللي يحكم ولو الحكم مش أنا اللي بتكلميني في التليفون ولا العيادة لو اتصلت بالعيادة اللي له الحكم الزميل الفاضل الشخص اللي حضرتك وفقتي فيه واخترتيه ونقتيه وبترحيله يتابع الطبويد وبيشوف الطبويد ده بعينه حضرتك الوقت بتنقللنا كلامه ونقل الكلام ده غير مفيد بالنسبة لنا الحكم لمن يرى فأنا واخدى جرعة تنشيط مثلا حقنتين طلع الطبويد ضعيف عظيم يبقى اللي يشوف محتاج يشوف خليهم ثلاثة أو اربعة أو خمسة أو ستة أو تمانية طبقا لاستجابة هذه السيدة فالحكم لمن رأى لا يمكن ليه بالتليفون سواء أنا أو طاقم أي طبي حضرتك تكلميهم أن نحكم على ما رأاه هو بالصنار لأن حضرتك بتنقللنا ما رأاه وقد يكون ده مش هو اللي رأاه قالك كده لكن ده مش الحقيقة فالحكم لمن يرى طبويد ضعيف على الجرعة ألف نزود الجرعة ألف حقنا اتنين تلاتة لما نوصل الجرعة به أو جيم الجرعة التانية أو التالتة اللي تناسب جسم حضرتك اللي بيحددها مين من رأى حضرتك بالصنار أثناء متابعة الطبويد اللي حضرتك بقالك تلات شهور بتروحيله وبتتبعيه وبيقولك الكلام ده وبتطلبي مننا إن نحكم غيبا على كلام لم نرى ده مش هنقدر نفيت فيه معنا اتصال تليفوني آخر هلو أي يا فانت السلام عليكم وعليكم السلام ودكتوري أنا فاطمة اللي قد تكلمتك قبل كده أهلا يا فاطمة بس حضرتك يعني يا ريت تقدمي نفسك بإن حالتك إيه لإن أنا مش فاكر حضرتك يعني أنا كلمتك يا دكتور وإنت بتاعتلي وربنا يخليك يا رب تمام فاعت قلت لك ده عرفت عندي دكتور مشهور وكده وتخصصه البطاعة المهاجرة أيو فاقلت لك إنه ما فيش حاجة اسمها كده أيو أيو ربنا رزايني وحمل الحمد لله يا مبروك الله يزاري فيك الله يخليك يا دكتور ربنا وإنت بالصحة وبكل سلامة ربنا يتملك بكل خير طيب شا الله يخليك بس رفت على 40 يوم كده جالي لست بكيس مباني تمام ودي حاجة دي حاجة مش مريحة تمام الستات اللي عندهم بطانة مهاجرة البطانة المهاجرة درجات الدرجات البسيطة قد تؤخر الحمل وقد تمنعه فرص حدوث الحمل ليهم بعد ما يعملوا منظار بتبقى 50% في مفوق يعني فيه ناس بتحمل نصهم لكن للأسف اللي بيحملوا عرضة ليه الإجهاض البطانة المهاجرة بيعمل سوء في جودة البويضات 40 يوم فترة طويلة جدا إن يكون كيس الحمل لسه ما ظهرش ولو إن حدوث الحمل في حد ذاته تكون إن حضرتك حملتي دي حاجة كويسة أو حاجة بتقول إن احنا على الطريق وإن شاء الله يا ربي يبقى كويس ويكمل وبعد الشر لو ده الحمل مش كويس دي فرصة جيدة لإن هوربونات الحمل وارتفعها في جسم حضرتك من الحاجات العلاجية اللي بتهبط البطانة المهاجرة لكن الوقتي خلينا نتكلم في الحمل اللي موجود ده مطلوب إيه؟ مطلوب واحد عمل اختبار حمل رقمي في الدم اتنين عمل صنار ما عملته يا دكتور لا حضرك اسمعيني الصنار له شرطين هوا صنار مهبلي ها الصنار اللي عملته من البطن لا قيمة له صنار مهبلي ده جايز عملته مهبلي يبقى ننتظر الشرط واحد ما تعملش اللي هو اختبار الحمل الرقمي والشرط ثلاثة اللي هو إيه؟ عند طبيب جيد متمكن ويبقى فاضل الشرط اربعة وتكرار الثلاثة خطوات دول بعد عدة ايام اعمل اختبار حمل رقمي في الدم واروح لدكتور كويس يشهد له الناس بانه بيقول الحقيقة لا يراوغ ولا يلاوع ويعمل لي صنار مهبلي وارجع بعد ثلاثة اربعة ايام اكرر الثلاثة خطوات اعمل اختبار حمل رقمي في الدم وصنار مهبلي عنده دكتور كويس وعند اكتمال المجموعتين دول اللي هما ست خطوات من رأى الحالة بالصنار يقدر يحكم على الحمل وجودته وكفاءته وان شاء الله يكون الكلام انه كويس طيب تفضلوا تفضل يا فند السلام عليكم يا دكتور عاد وعليكم السلام يا فند يا دكتور انا ام حسنان اللي حضرتك عملت لها العملية امبارح اللي هي الكيس الدموي اللي عملت لها العملية امبارح انا والله يا دكتور بشكر حضرتك جدا وجزاك الله خيرا ربنا يزيدك المعنى علم يا دكتور انا مش عارفة اشكر حضرتك ازاي انا عارفة العملية كالصعبة جدا ايوة حقيقة بس انا في حاجة عايزة اعضر حضرتك يا دكتور نعم المرحلة اللي حسناها وسط لها احنا من نجزن بفيها احنا وديناها انا دلوقتي بس ما حضرتك بكرم حضرتك من التلفون بس مش سمعك لو سمعت حضرتك علق بعد مفضل المرحلة اللي حسناها وسط لها احنا من نجزن بفيها انا وديت بنتي يا دكتور هي ليس يا دوف من زوازها لها 8 شهور صح بعد ما اتزوازت بشهرين كان عندها التهابات كل الدكاترة هنا عندنا في اسوان قالت لها اني دي التهابات وان الكيس اللي عندها ده كيس وظيفي اه وحيتشاء اه مش حيمنع حمله ولا حاجة حيتشاء لما هي تحمل اه تولد قيساري وانشيله اكتر من دكتور هنا انا محدش قال الكلام اللي حضرتك قلته ولا دا خالص فدي مشكلة دكاترة مش مشكلتنا انا مش بعيب عليك والله انا قلتش الله نعمى الوكيل فيها لا يا فهم وزاك الله خيرا يا دكتور وزادك الله علما على علما تشكل حضرتك كي سؤال حضرتك عا تسألولي قبل محصول تفضلي لا انا مش عايز اسأل حضرك حاجة متشكل لك انا هعلق انا متشكل حضرك حاضر ثانية واحدة اولا انا لا يسعدني ان حضرتك يعني تتحسبني كلمة حسب الله نعمى الوكيل المصريين بيعتبروها انه بيدعي على حد دا مش دعاء دا حسب الله نعمى الوكيل يعني انا وكلت وجهي لربنا والاطباء وانا اولهم محدش فيهم بيريد ان يضر مرضى لكن الاطباء درجات في واحد علمه كذا ودركته كذا وتخصصه كذا بس انا بعيب على اللي مش تخصصه ان يقول انا معرفش ده روحه لحد غير يعرف لان هذه السيدة اللي حضرتك بتحكي عنها هي فعلا متزوجة بقالها 8-9 شهور هي بقى لو حد يعني لو حضرتك تسمحيلي ان انا احكي للناس عشان نعرف كده من وهي قانسة بتشتكن الدورة بتاعتها جديدة وبتيجي كتير ودي حاجة تلفت النظر بس احنا وهي قانسة بنعمل لها صنار من بطن وده ما بيبقاش جودته عالية بس دي حاجة تؤخذ بعين الاعتبار البنت دي عندها قلم شديد مع الدورة حصل جواز من عدة شهور ألم شديد مع العلاقة الزوجية ألم شديد مع الدورة بيزداد نزيف شديد يقوم نروح كل واحدة بتروح في أول الجواز بتروح لأي دكتورة تقولها دي التهابات بقى قبل ما تقول أي حاجة وحتقوم وتقول وتفحص وتشيل وتحط قولك دا التهابات مفيش حاجة اسمها التهابات بتعمل ألم مع الدورة خلص ثم اكتشفها انها عندها كيس هذا الكيس كيس داموي من مرض البطنة المهاجرة واضح وصريح ومباشر الأعراض بتاعت البنت واضحة جدا عندها ألم شديد مع الدورة ألم في الظهر ألم مع الجميع عندها كل أعراض زيادة في كمية الدورة عندها تيبيكا للأعراض ما حدش شاف الكلام دا طب اللي يشوف كيس بقى قبل ما يقول دا كيس وظيفي وده كيس داموي وكانوا مكتشفينه حجمه 2 سنطي فتجلنا فجأة بالكيس حجمه 9 سنطي وابتدى يأثر على الأنبوبة اللي حواليه وكاة يعني الحمد لله الأنبوبة فيها انتفاخ وتمدد لكن لسه شغالة وولا آخره وكيس قد كده ونقعد ننزح فيه دمه وشوكولاتة منه لمدة ساعة أنا مش تخصصي دا لو سمحتوا روحوا لحد متخصص هذه السيدة كان عندها عدد 2 لحمية جوا تجويف الرحم عملنا نزيف شديد جدا ويمنعوا الحمل وتم إزاليتهم عندها كيس داموي كبير على المبد الشمال عندها درجة متقدمة من مرض البطان المهاجرة المرض كان ابتدى يأثر على الأنبوبة الشمال الحمد لله إن ربنا وفقنا وعملنا دا وأنا بشكر حضرتك لكن هذا لا يعبكم وأنا مش بعيب عليكم ولا يعبهم دا مشكلة أكبر شوية من اللي شافها مش تخصص هو يقول كده دي عندها كيس أنا مش عارف دا إيه روحوا لحد دا متخصص قبل ما الكيس دا بيكبر وعملين يراعوا الكيس وبيكبر من 2 ل 3 ل 4 5 سنطي في 6 شهور ومحدش قال تروح بينما هي جات بعد ساعتين كانت تشخيص اتحط عملنا تحليل اكتشافنا أن المرض نشاطه عالي جدا ثم جراحة مباشرة قبل ما الدنيا تتدهر عن كده إن شاء الله ربنا يوفقنا في خطوات العلاج القادمة ويبقى عندها فرص كويسة لحدوث الحمل وتقل فرص ارتجاع الكيس لأن المرض كان عندها نشط جدا وبشكر حضرتك جدا ولكن ولكل أهل أصوان اللي هم معز خاصة عندي كل التحية وإن شاء الله ربنا يشفي الجميع ويوفق الجميع ولا يسعدني أن النعيب في أي طبيب في هذه الحلقة أنا بس يعني مقدر انفعال حضرتك كل السيدات وكل أنسات فاصل وبعض الفاصل نستكمل معكم ونواصل بشرة خير الحمل دي نعمة وآيات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايوه كان فيه لسه حاجات يعني اتفضلي طيب ايوه ايوه بعد كده باني يا دكتور بس بعد كده الدكتور وصف لي الحجة اللي هي كليكساندي ايوه تكملي وبعد كده وصف لي ايزا كارد برشان بارد وصف لي بعد كده فولك اسس دي اخد كليكساندي حجة تحت السر اخدها واحدة كل يوم كيس الحمد اخبره ايه حجما زهر جنين ولا لأ زهر نبضه ولا لأ لا هو زهر وزهر الجنين وزهر النبض ايوه طيب السؤال ايه بقى مبروك ان شاء الله ربنا اكتمل بخير ويكمل على خير يا رب شكرا يا دكتور يعني هو كليكسان اللي هو الحجة يعني يا رايش في العلاج اللي انا ما اخده برده واخد الحجة دي على طول ولا ايه بالضبط اولا الحكم مش ليه الحكم اللي بيشوف الحالة ثانيا هذه الحقن ملهاش اهمية خالص في اول ثلاث شهور حمل لكن مفيش منها اي ضرر وقد تفيد بعض الستات بعد الشهر الثالث لكن في الثلاث شهور الاولين وفي النبض لا ضرر منها ولا فائدة اما بقية العلاج اللي حضرك بتغدية علاج كويس وان شاء الله ربنا يكمل على خير يا رب يعني هو خير كده يا دكتور يا فاندم كويس كده بناءا عن اللي بتقوليه انا ما شفتش اللي شاف تسأليه انا بسمع كلامك منقولا عن فلان كيس الحمل ده اه ظهر في جنين وظهر في نبض حجمه كويس بينمو كل مرة ولا لأ النموه بتاعه كويس ولا لأ الجنين بيزيد ولا لأ كل دي معلومات انا ما عرفهاش كويس اللي يعرفها من رأى ومن رأى عرف ومن عرفة تحمل المسئولية وسئله وهو يجيب انا بجيب بقى اجيب حضرتك بناءا على اللي بتقوليه لو اللي بتقوليه ده صحيح فبقول انه كويس لو اللي بتقوليه ده مش صحيح فاللي ادق حكمه مني هو من رأى تمام الحمل يرى ولا يحكى عنه الجنين يرى ولا يحكى عنه متابعة الحمل يراها متابع الحمل ولا يحكى عنه ان شاء الله خير طيب هاتو سؤالك تفضلوا السلام عليكم وعليكم السلام يا فندي لو سمحتوا يتصونا تنتعي فانا فعلوا سؤالين سؤالي وسؤال له ايه يا فندي بتفضلي بس الصوت يعني مشوش شوية تفضلي وحضرتك انا متجاوزة بجالي سنتين ونص سنتين ونص اه ما حصلش حمل اللي بعد بما عملت المنزور بعد سنتين حصل حمل بعد المنزور بس للأسف مهي يعني طيب وحضرتك ثانية واحدة عملت المنزور عشان ايه سأل حد دلوقتي ما حصلش حمل لأ لأ حضرتك معلش في جزء مش حضرتك كعادة المصريات قفزتي عليه مصرة تروحي للمنزار قبل المنزار فيه سنتين كنت بتروحي للدكاترة كان عندك ايه بيعالجوك من ايه عملوا المنزار ليه عملوا لي عشان كان عندي كيسة عمضة كيس مية وهو حد فاهم حضرتك ان كيس المية شيء يمنى حمل لا يا فندم ما يمنعش انا بقول لي حضرتك هو ما يمنعش هي الدورة منتظمة بتتأثر والحد الان برضو بتتأثر ايه اسمها يا فندم انا عندي تكيس مبايض بس انا في حتة سانية بس سانية انا عندي تكيس مبايض الدورة ملخبطة الطبويض ضعيف اللي روحتلهم ما بيقولوش الحقيقة واحد من مضاعفات تكيس المبايض اني يطلع لي كيس استغلوا وجود كيس عشان يدوني زريعة ان انا خش اعمل منزار عمل المنزار بيفيد عشان كده حولني من درجة تكيس شديدة لا يحدث معها حمل الى درجة متوسطة يحدث معها حمل وينتيب اجهاد ومن بعد ذلك عادت الحالة كما كانت لان محدش خدني وقال لي تعالي امسكي تحليل هرموناتك دي مطلوب تمشي على العلاج ده لمدة شهر شهرين قبل المنزار مطلوب وزنك وهرموناتك وتبويضك وتمثيل الغذائي بتاعك يتضبط قبل المنزار عشان المنزار يبقى مجدي فاصبح المنزار جدوى قليلة استفاد بيه احد الطرفين اللي هو عمل المنزار اما اللي تعمل له ما استفادش واضح كده؟ واضح كده؟ واضح كده؟ لكن مفيش حاجة اسمها عملولي منزار عشان كيس المية وكيس المية اللي كان منع الحمل ما هم عملوا المنزار يا دكتور وشلوه؟ لا هم تزرعوا يعني خدوه حجة وجود كيس المية عشان حضرك مش فاهمة فقالولك نخش نعمل منزار ووقت المنزار خرموا كيس المية وخرموا المبيض العملية اللي بتتعمل لعلاج تكيس المبايد فالعملية هزتك من درجة تكيس شديدة لا يحدث حمل الى درجة تكيس متوسطة يحدث حمل وينتهي باجهاض ولان ما فيش اي ضبط أنا ممكن اقول لك التحليل حاضر حاضر هتقول ليها حالا ولان ما فيش اي ضبط حصل فعادت الحالة الى درجة تكيس شديدة مرة اخرى قولي بقى التحليل تمام لا انا عايز اسأل حضرهك سؤال واحد بس وحاسكت بقى وزن حضرتك قد ايه يعني حضرتك عمالة تزيدي في الوزن رغم ان وزنك كله خمسة ستة كيلو لكن حضرتك زدتي خمسة كيلو ها دول قليلين يا دكتور قال خمسة كيلو اللي انت شايفة انهم قليلين دول يمثلوا يا فندم عشرة في المئة من وزنك زدتي عشرة في المئة من وزنك وكلهم في منطقة البطن من تحت السرة ومحدش بالدكاترة ابدا قالك خطورة ومشاكل ده لكن الدورة بتأخر عشان معمولي عمل حد حسدني اه يعني الدورة بتأخر عشان محسودة لا عشان بيحصل طبويد متأخر الله يعني بيحصل طبويد ومتأخر بس ما بيحصلش حملة عشان البيضة بتطلع متأخرة الحيوان المنوي بيكون جئة قبلها ده الكلام اللي بيتحكوا بيه على حضرتك واللي بيحصل لها طبويد متأخر بيضوها تنشيط للطبويد ليه اذا كان هو بيحصل بس متأخر طب بالعقل كده اللي عندها طبويد بس بيحصل الساعة سبعة نديها تنشيط ولا بيقول لها استني للساعة سبعة لا تمام تستنت طب ومالب هم بيدوكي تنشيط ما بيقول لكيش استني لان الكلام اساسا كله مبني على خداع تمام فالمنظر اللي حضرتك عملتيه مفيد جدا لمين للي عمله والوقتي حال حضرتك الان زي حالك بالضبط قبل مين قبل المنظر الدورة بتأخر والطبويد ضعيف وما بيحصلش حمل فهتروحي لدكتور غلبان فيقول لك على فكرة حضرتك عندك تكييف مبايد ومحتاجة تعملي منظر هتقول له ما عملته اللي حضرتك عملتيه ده ما اسموش ايه ما اسموش منظر ما اسموش منظر ده اسمه تخريم للكيس تمام وبدون ضبط الهرمونات وحضرتك عندك ايه قولي ورايا كده عندك ايه عند تكييف ايوا والدورة بتأخر ليه قولي كده عشان ايه والطبويد ضعيف ليه ايوا كمليه بس ورايا واحدة واحدة والطبويد ضعيف ليه عشان عندي تكييف وما بيحصلش حمل ليه برضو عشان عندي تكييف وبيدوني منشطات ليه عشان عندي تكييف ولما حصل حمل انتهى باجهض ليه عشان الغويد وما كانتش قويس عشان عندي تكييف مزبوط وشعر الراسي بيقع ليه برضو عشان تكييف انا شفتك ده انا عرفك امال عرفت الكلام ده كله منين وانا قاعد هنا اه فندم حضرتك المفروض تروحي لحد عارف بس لحد عارف ويقول الحقيقة مهما كانت قصية مهما كانت رزلة لان احنا مش دورنا اننا نسيب الناس لما حالتهم تتأخر وتتدهور بالمناسبة حضرتك بيقولك زدتي خمسة ستة كيلو كلهم في البطن من تحت السرة كده هو لدرجة ان ايه ان الستات الاروبات شوية يعني اللي جارتك ومش عارف ايه تبصيلي كده ليه هو انت حامل مال بطنك بتملك ده ليه صح معلنا طيب نيجي بقى لحالة اخت حضرتك هو حضرتك اخت بس انا فعندها الدورة والدورة بتأخر برضو وعندها حبوب بتطلع فوق الشه مش على طول يعني وقت الدورة يا دكتور عادي عادي بتعرف الكلام ده منين مش مهم مش مهم دي مش مهمة بالنسبة لنا احنا المهم الدورة واحنا طبعا مش هنروح نكشف عليها عشان في بلدنا حدانة عيب ان نكشف وهي انسة وزا روحنا هنروح لوحدة جنبنا تقوم تقول لنا ده عادي وكل البنات كده وخليها بعد الجواز حتتظبط طب بزمتك انت بزمتك هل هذا الكلام يعقل؟ هو الرحم ده هو اللي بينزل الدورة واللي بينزل دم الدورة يعني لو الرحم صغير تنزل الدورة كميتها قليلة لكن يأخرها ليه؟ مش عادي فهو الدكتور اللي جال لنا فيه ما يا فندم الكلام نفس الكلام اللي تقلك انه ايه؟ ده خداع ده خداع انتي واختك عندكو ايه؟ قولي بقى ورايا تمام والدورة بتأخر ليه؟ علشان التكلم واخت حضرتك دي ماشية في الطريق اللي لما ان شاء الله ربنا يكرمها وتتجوز هتعيد القصة هتعيد القصة بالزبط تمام؟ ليه؟ لاننا بنرتكب نفس الاخطاء ونستمتع بيها ونتوقع نتائج مختلفة بنعمل نفس الغلطات انا وانا آنسة ما روحتش كشفت عشان الدورة بتأخر لكن اختي كشفت بس قالوا لها ما فيش حاجة تتعمل طب ما يبقى لك انها ما كشفتش دعم؟ انا ما قالوليش ان عنت كايس وهي ما قالولهاش ومع ذلك متوقعة مصار مختلف هنتوقع مصار مختلف لإيه؟ اذا كانت الحكاية واحدة والبداية واحدة والابطال هم نفسهم وبالتالي النتيجة والنهاية نرجو ان تتغير معنا اتصال تليفوني آخر هاتو نورة نورة الاتصال انقطع لو فيه اتصال تاني ناخده لو ما فيش نشوف بعيد الصور نشوف تفضل مسافة من اتنين لست اقدام تقريبا ما بين متر ونص سليمترين فيه ما فوق وانت قاعد في المكتب وانت قاعد في انتظار في عيادة وانت قاعد في بنك وانت قاعد في اي حتة وانت راكب اي مواصلة هيفتحوا السينمات والمسارح هيبقى دا التعامل كده لازم هذه المسافة من التباعد المجتمعي اللي بعد لدرجة ان في العيلة الوحدة لأ ما عليش ارجع تاني درجة ان في العيلة الوحدة افراد العيلة الوحدة يحاولوا ان يلتزموا بهذا التباعد المجتمعي الام وبنتها تمام الاب وابنه بلاش الاحضان والقبلات ما حبكش الوقت عشان تحمي نفسك وتحمي اللي بتحبهم دول تشوف الصورة اللي بعدين اي طبور اي لازم من هذه المسافة من التباعد المجتمعي ما بين متر ونص المترين اللي واقف ورا دا هو الشنطة بتاعته دي قريبة من الست دي لازم يرجع خطوطين عشان يبقى مسافته مظبوطة ولازم الاماكن العامة كلها تحرص وتلزم الناس بهذا الالتزام واجب ان يكون دا التصرف الطبيعي بتاع الناس وقواعد التعامل بينهم في قادم الايام اللي مش هعمل كده حيتم تطبيق عقوبات عليه نشوف اللي بعدين التباعد المجتمع كل العالم بيكتبها بكل اللغات التباعد المجتمع ابعد حبة تزيد محبة ابعد عني علشان ما نتعديش انا وانت يجب انك تنظر لكل بني ادم انه مصدر خطر انه احتمال يكون هو حامل الفيروس مالوش علاقة بقى ان البني ادم دا دا ابن عم يعني حيدرني دا اخويا دا صاحبي ومن زمان دا احنا من زمان عشرة مالهاش علاقة لازم هذه سوشيال ديستنس سوشيال ديستنس شايف هو ايه هو واقف والترولي بتاع المشترات بتاعه وبعدين بين الترولي وبين دا كمان متر تاني لازم مسافة متر حتى بينك وبين اللي قدامك قليلة لازم ما بين متر ونص ليه مترين لازم دا المسافة بقول لحضراتكم بتكتب بكل لغات العالم في كل دول العالم هيبقى هو دا التعامل نشوف اللي بعد اه دا بقى بيوري حضراتكم انا طبعا عيني مش هتجيب اوي كده اذا اذا مالتزمناش بالتباعد المجتمعي الصورة اللي فوق اول صورة خالص اللي هي الشخص واحد ومفيش تباعد مجتمعي بعد خمس ايام عدا تلت اشخاص التلت اشخاص دول بعد فترة حوالي عشرين يوم الصورة اللي تحتيها في تباعد مجتمعي بنسبة خمسين في المية يعني الناس بتطبق التباعد المجتمعي بيبعدوا عن بعض متر متر وي في بعض الاحيان بيطبقوه لا فكل شخص عنده الفيروس وقلنا مش كل شخص حامل للفيروس عليه اعراض حينقل بعد خمس ايام لشخصين بدل تلاتة والشخصين دول مع الالتزام بالتباعد المجتمعي بعد تلاتين يوم عدد الناس اللي مصابين بقى اقل كتير طب لو التزمنا بالتباعد المجتمعي نشوف الصورة الاخيرة اللي تحت بقى الحلوة دي التباعد المجتمعي الشخص المصاب قد ينقل الاصابة بعد خمس ايام لشخص وقد لا وبعد تلاتين يوم يبقى العدد تلاتة يبقى الدول اللي بتلتزم بالتباعد المجتمعي عدد الحالات حتقل بالتدريج وقصوة وشدة الحالات حتقل بالتدريج والتباعد المجتمعي ده أصبح شيء حتمي عشان ما نبقاش زي أول صورة فوق حاضر نشوف الصورة اللي بعديها ونحاول ناخد الفيديو الفيديو سريع يلا بس صورة طيب ماشي ها صورة ما هو عايزين اتصالات دون وقت عن كده دي القواعد اللي ايه اللي تعمله في الحجر المنزلي تقعد بعيد عن الناس تقعد التنظف الأسطح كسيرا تستخدم زي المقابض الأبواب تقلل من تواصلك في الناس تخلي التواصل بتاعك عبر الهواتف والتطبيقات ما تستخدمش الأدوات الشخصية لو في حد منتظر بقاله فترة دي تعليمات وزارة الصحة المصرية رعوها لو في حد منتظر بقاله فترة ناخد اتصاله سريعا عشان منسبش الناس يلا لو في اتصال أخير ناخده يلا ناخد الاتصال ونخلي بقية الصور والفيديوهات الحلقة القادمة تفضل يلا يا فندم اتفضلي اتفضلي قولي اي حاجة مش قالولي قالولك عليها قولي اي حاجة اتفضلي يا فندم ايوة فندم اتفضلي بس يا دكتور انا في شهر الخامس دلوقتي ايوة ايوة والدكتور قال لي وزن الجنين ومجرام وده مدايق في ايه مدايق جدا وزن ايه المشكلة فيه الوزن الطبيعي للطفل في هزي الفترة ما بين 400-600 جرام حلو قوي جميل زي الفل ربنا يبركلك فيه ماشي انا باخد حوان كليكزان 40 واخدت بعد كده 3 يام 60 ليه 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 الداعي لاخدها ايه عشان ضبط الهرمونات لا دي لا بتزبط هرمونات ولا بتزبط حاجة وتمانين في المية وده كلامنا تمانين في المية من الستات اللي بتصرف ليهم اثناء الحمل غير مطلوبة ليهم لكن عموما اللي حضرك بتقولي ده كويس ان شاء الله بازن الله خير وحضرك المفروض في الفترة دي تروح تعملي سونار سلاسي الابعاد ودوبلر لقياس سرعان الدم في المشيمة والحبل السري وده اللي يقول جرعة الدم اللي واصل للطفل وتدفقه كويس ولا وهل احنا محتاجين ادوية للسيولة ولا وهل في وقت ناخد اتصال الفاضل ولا ما فيش طيب الحلقة القادمة هنؤكد على قواعد التباعد المجتمعي اللي بنأكد عليها لانها ستصبح منهج حياة ومن الواجبات لكل طبيب يعي اهمية مهنته وواجهه في مواجهة وباء وجائحة هنشرح لحضراتكم كمان الفرق بين الوباء والجائحة ده في هذه المرحلة انه يقوم بتدعيم الناس ده حتى لو كان هذا الطبيب طبيب امراض نسر كل السيدات وكل الانسات باذن الله هتمر هذه الغمة وباذن الله سنعبر هذه المواقف الصعبة وباذن الله ستنقشع هذه الغمة وتنير الشمس ودبقى نلتقي في يوم تعود فيه الحياة لطبيعتها لن تعود لطبيعتها الاولى تعود لطبيعتها مع الالتزام بالتباعد المجتمعي مع الالتزام بقواعد العطس والكحة مع الالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة مع الالتزام بالقواعد الصحية حفظ الله مصر حفظ الله كل الدول العربية والإسلامية انقذ الله البشرية باذن الله نلتقي على خير قريبا ونحمل لخضراتكم كل الخير ونتواصل معكم ومعنا ومعاكم دايما يا رب على خير بشت خير